طيب الحقيقة النقطة المهمة جدا في المباراة دي يا جماعة لان الناس ما بين الفرحة بالشباب اللي طالع وما بين انتظار راحة اللعيبة الكبار اللي عملوا كتير قوي واجهدوا وانهكوا الى درجة كبيرة كتير منهم مصاب وكتير تم منحوا فرصة للراحة وفي الاحوال في الحالتين الكل هيرجع ان شاء الله بعد نهاية اغسطس ناس كتيرة تخوفت على الزحمة وانت لسه كمان عندك شريحتين فيه شريحة تدعمات خارجية قوية ثم شريحة معارين المفروض هيبت في امر عودة بعض منهم بالتأكيد الولاد الصغيرين دول اللي تقلقهم بارح كده هيدغطوا على القيمة فالناس بدأت تبدول هيخشوا على حساب مين النقطة اللي ايجابية جدا بقى في اللي حصل كل الليلة دي فيهم اتنين فقط يلزم قيدهم في الفريق الاول والباقي ما شاء الله كل هذه العناصر الجيدة الواعدة موجودة لسه في القيد تحت السنة السنة الجاية محمد فاخري لانه موليد تسعة وتسعين وزياد طارق لانه موليد الفين دول اتنين فقط اللي فيه وجوب قيد في الفريق الاول الباقي محمد اشرف الباقي الشمالي المتميز جدا ده 2001 فهيفضل متسجل تحت السنة احمد سيد غريب الفرود 2002 هيفضل تحت السنة محمد حمدي موليد 2003 تحت السنة ميدو نبيل 2004 تحت السنة كمان محمد نصير ده تسعة وتسعين بس ما شاركش مبارح موجود احتياطي على فكرة لعيب قوي جدا عندك مصطفى شبير 2000 فده قيد او 2001 انما مصطفى مخلوف الحارس حمزة علاء للحارس الثاني 2001 فهيفضل تحت السن او 2002 انما انت متخيل انه مصطفى مخلوف الحارس الثالث اللي موجود معاهم 2004 فماشاء الله عندك كتيبة من العناصر اللي هم مش هتمثل عبقة على القيد في الفريق الاول بس هتاخد خبرات الالتحان بالفريق الاول بدري بدري هي دية الخلطة الكبيرة اللي ان شاء الله مستر ريكاردو سوارش مع عودة اللعيبة الكبار ودول كبار يعني اسما وتقل برضو مع راحتهم ومع عودتهم ومع تدريباتهم مع ريكاردو سوارش واستيعابهم فكره هتشوفوا شكل جديد خالص في الخلطة الكبيرة المعارين العائدين من يستقر منهم الصفقات والتدعمات القوية اللي الكابتن الخطيب قال هندعم تدعمات قوية جدا ثم اللعيبة الكبيرة اللي خادت فرصة كافية للراحة كانت في امس الحاجة ليه مع هذه الكتلة من الزخيرة الحية من العناصر الصعب نتكلم بصراحة شوية اذا استطاع الكبار ان يرجعوا بخبراتهم بس بحيوية الصغار مكسب طبعا اذا استطاع الصغار ان يكتسبوا الخبرات في اضيق وقت ويحدث التطور في مستواهم فيبقى عنده حيوية المرحلة العمرية وما اكتسبهم الخبرات هيأثر مسافات ان يبقى عنصر اساسي في فريق النادي الاه وطبقى السياسة الانجح اللي انت منتهجها ايه الاعراض داخل وخارج مصر وخارج مصر انت تجربة الاعراض خارج مصر دي رائعة واتوقع ان لما المغربي يرجع يرجع مختلف هتشوف واحد تاني هتكون اتعود على جرعات تدريبية معدلات جري مناخ احترافي مناخ احترافي هيقبلوا محدش باستمرار هيستنى السوشال ميديا عشان يحس هو نلعب كواس ولا وحش هيبقى تقييم هو الترمومتر ودي اللي انا كنت دايما بنصح لعابتنا الكبار ما تخليش الترمومتر في ايد حدي تاني غيرك ايه طول ما انت عارف قدراتك وعارف تحافظ على نفسك ازاي هتقلق من ايه ما هو اصلك الاجادة والتوفيق تحصل مرة اه يعني الاجادة المبالغ فيها والتوفيق المبالغ فيه وعدم التوفيق ايضا المبالغ فيه ولكن انت لازم يبقى لك مصطرة الناس تقول الراجل ده 8 من 10 طيب بالاضافة طبعا يعني انا قلتلكم بعض العناصر الشابة اللي شاركت انبارح فيه عناصر تانية كتيرة كانت على الدك ومشاركتش وفيه عناصر كمان لم تستدعوا لسه رقفة خليل الباك الشمال بتاع منتخب 2003 راجع كمان من رحلة المنتخب للسعودية فانت عندك زخيرة حية قوية جدا هتفضل كلها متسجلة تحت السن العبرة نحن نلاقي طريقة نقدر ندمن كل هذه العناصر مع بعض اللي حيستمر فيهم بفوق هيستمر ولا هينزل بتاعت على مقربة من الفريل الأول حيبقى داع أحمد نبيل كوكا ده إيه لما انت عندك كوكا وعندك أحمد عبدالقادر دول يعني كل دول ما مناشئين بس متسجلين إنما عناصر خطت رجلها في قيمة الفريل أنا عايزة أقول يعني الأهلي سبقة الجميع بالدفع بالناشئين